أقامت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في عدن بالشراكة مع مركز رنين التشخيصي وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان ورشتان عملية وعلمية حول سرطان عمق الرحم بمشاركة خمسين طبيب أخصائية في الصحة الإنجابية والمجالات التشخيصية من محافظات عدن وأبيا ولحج وفي افتتاح الورشة أكد نائب وزير الصحة الدكتور عبدالله دحان أهمية تكامل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للعمل على وضع سياسات صحية تقوم على أساس الاكتشاف المبكر والوقاية والعلاج وما بعد العلاج ورفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع وشددا على ضرورة أخذ اللقاح المضاد للفايروس لمنع الإصابة بالمرض مشيرا إلى أن سرطان عمق الرحم أحد أكثر السرطانات التي تتزايد بشكل مضطرد خلال السنوات الأخيرة ترجمة نانسي قنقر